في مشكلة بتواجه الناس دايما في الشتاء والمشكلة دايما بيكون متصدرة التراند في الوقت ده من السنة تلاقي قصص وحكايات وكوميكس وكلام كتير مضحك جدا بس الحقيقة الموضوع بجد مرعب جدا ومش بتعرف نتيجته غير بعد ما يخلص الشتاء وييجي الصيف الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة وشاغل الناس جدا على كل وسائل التواصل الاجتماعي هو جوع بالليل مين فينا تقريبا مش بتجيله حالة الجوع بالليل في الشتاء ولما بيقلق بالليل بيروح كده يفتح التلاجة ويشوف اي حاجة يأكلها او حتى لو كان صاحي تلاقيه رايح جاي على اي اكل قدامه بدون سبب وبدون جوع ويا سلام لو كان فيه حتة شوكولاتة او حتة اي حاجة مسكرة حاجة بتكون بصراحة رهيبة جدا المشكلة اننا مش بنعرف حجم الكارثة اللي عملناها في نفسنا الا بعد ما بيخلص الشتاء ويجي الصيف ونكتشف ان احنا زدنا حوالي 10 ولا 15 كيلو من غير ما ناخد بالنا وهنا بتيجي الصدمة الحقيقة ونرجع نقول عايزين نعمل دايت ولان الموضوع فعلا نس كتير شايفة ان هو مالهوش حل شكرا